اعلنت وزارة الصحة ان مجموعة من حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين قد بلغ 268273 شخصا حتى مساء امس الجمعة وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لليوم ذاته تبين من الاحصاء الرسمي للفريق الوطني انه بلغ 4851 حالة تطعيم هذا وتستمر الحملة الوطنية للتطعيم وسط اقبال لافت من قبل المواطنين والمقيمين حيث وفرت مملكة البحرين اربع لقاحات امنة ومعتمدة لتوفير الحماية اللازمة ضد فيروس كورونا من خلال المناعة التي ستوفرها جرعات التطعيم